سيد الوزيرة ربما راكم خارجي للواقع باش نكون معاكم واضح انا دائما اتسأل واش فعل الوزارات ديانا مرتابطين بالواقع ولا لا سيد الوزيرة را اقصى ما حققتوا الان 11 مليون ونص ديال السياح ونوعية سياح اللي كيجو اراف راسك بان السائح اللي كيجي دا بالمغرب كيطلع ب 5000 درهم داخل فيها التنقل داخل فيها المابيت داخل فيها الماكلة داخل فيها كلش يعني شك الربح وحنا مع هذا 14 مليون اللي كتكلمون انتموا عليها نوعية سياح اللي كيجونا مشي سياح اللي كيجلبوا العملة الصعبة يعني كين لا انتم ما جبتوننا سياح لا سياح الداخلية حافظوا لاننا مجموعة مسياح الداخلية لان كيمشوا لصفانيا المالا قودكشي قيطلع لهم الصيف ارخص من 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 ما نعيشه الان سيد الوزيرة را دول اخرى راوصلت ربعين سبعين مليون دي سا سائح ونمزلنا كنتفاتنوا باش نلحقوا ستا عشرين مليون سائح رغم ان احنا لبيوتانسيال ذيان اقوى منهم بآلاف سيني لمناحت للمناظر الخلابة للمناحت السواحل للمناحت للالالااااا التنوع اللي عدنا فالسياحة سيد الوزيران انت بغيتي دخلي جي بسائح وتخسب عليه دوميل درهم لطر وميل درهم للمبيد ليلة بسيد واش بغيتي واحد يخلص بوش ديال المعديني بستين درهم واش بغيتي واحد تغديه بربعمية درهم ولخمسمية درهم واش بهذه الطريقة غادي نشجع السياح باش يجو لهذه البلاد في الوقت اللي كي يلقف بلاد أخرى كي يشري بوش من اللي ما بخمسة درهم ولبستة درهم يعني الخالي الماشي فينا الجشع والطمع اللي كينعانوا منه وهذا القطاع استنزف ميزانية الدولة كل مرحلة وكل برنامج كندعمه هاد الناس اسمه وتانية السيد الوزيرة ميمكنش ينجح هذا القطاع وما سويناش الوضعية ديال ديال الناس ليخدامه فيه راه اليوم العيد راكي رفوقрах 5 1 000 درهم ولمخير فيهم فالناس لحددما في القطاع مكفيفو تشتروا اميل درهم دلتلاف درهم شمع مشار واش عارفه وش شريتي العيد لمشريتيه تانيا لبغيت ان نقونا السياحة بغينا ك curse هدنة في ميرليفت وسيرو خارف موطي وزيرو خارف العيون وسيرو خارف كتصيفوه في المغرب صيفوه المغرب يبغي كόσ يعني بتشع فيه السياحة وتصوروا وتصفيطوا الناس من داخل المناطق المغربية كتمبزو العاطلة لاح لانت انتعالوكس